تاني ليه البرلمان والبرلمان أجل التصويت على العلاوة موضوع العلاوة ليه بكرة والحياة مزعج جدا موضوع ان النواب مش موجودين او النواب سفروا يعني هذا مشروع قانون معناه فلوس للناس بنتكلم في 3 و 3 من 10 3 مليار و 300 مليون جنيه في ايد البشر في ايد المواطنين طب يا اهل الخير مش انتوا نواب الشعب اكيد همكوا انه المواطنين يلحقوا يصرفوا العلاوة وعايزين نصرف لهم العلاوة قبل رمضان حصل خناعات ومشاكل ومادة راحت ومادة جت وما الى ذلك طب نخلص بقى نبقى موجودين وعندنا كده احساس بالمسئولية ان احنا نبقى موجودين علشان الناس تاخد حاجتها ولا بكرة 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 نشوف جانب من مناقشات اللي دارت حول قضية العلاوة وكان فيها خلاف كبير بين الحكومة وبين بعض نواب مجلس الشعب هقول المادة كلها رئيس يستمر المادة الخامسة يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار اليها بحكم المادة الاولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافئات والجهود غير العادية والاعمال الاضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مأوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فهات مالية مقطوعة على أن لا يقل في جميع الأحوال على أن لا يقل في جميع الأحوال إجمال الأجر المستحق للعامل بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ إصدار هذا القانون وهذه هي السياغة المنضبطة التي توصلت لها اللجنة بالاتفاق مع الحكومة إجن الموافق من حضراتكم على التعديل المقترح كما تلايه السيد المقرر يتفضل برفع اليد بصورة يتفضل الموافق من حضراتكم يتفضل برفع اليد بصورة واضحة موافقة السادة العضاء السادة العضاء وحيث أنه السادة العضاء السادة العضاء وحيث أنه قد سبق عرض مشروع القانون على مجلس الجولة فإنه يكون قد استوفى الإجراء المقرر في المادة تسعين فالموافق من حضراتكم على مشروع القانون نهائيا يتفضل الموافق من حضراتكم على مشروع القانون نهائيا يتفضل برفع اليد الموافق على مشروع القانون الموافق نهائيا على مشروع القانون سنعيد أخذ الموافقة أرجو سنعيد أخذ الموافقة على مشروع القانون سنعيد الموافقة مرة تانية على أخذ الموافقة على مشروع القانون فأنا تليفوناتنا ما سكتتش من المواطنين على العلاوة النهاردة المجلس المؤقر هو متعم بتعطيل العلاوة للعاملين أنا زي ما قال السيد المقرر لإمنيش المادة الخمسة تتشلها وتتحط أنا لإمني العلاوة تتصرب باصة الرجعي الناس ريس عبانة مرة العلاوة مش هتجيب كيلو نحمها ريس ولكن العلاوة مهمة إنها يتم صرفها فورا وخلال هذه الأيام لن يتعدى شهر خمسة إلا ويتم صرف العلاوة باصة الرجعي من 2016 هذا قانون مهم جدا مهم أيضا للفئات المخاطبة به الشرع بينتظره الشرع ينتظر هذا القانون هذا القانون فيه لابس كتير جدا وبالتالي وبالتالي أنا سأمهل المجلس 24 ساعة لا سأمهل المجلس 24 ساعة سأمهل المجلس 24 ساعة لدراسة هذا القانون الكلمة الكلمة لم تنتهي للحكومة الفضل سيادة المقرر سيادة المقرر زي ما قلت لسيادتك إن الحكومة موافقة على كل الاشتراهات اللي قالها السيد المقرر وعلى استعداد لصرف المستحقات قبل بداية شهر رمضان لكن إذا كانت هذا لن يلقى لن يلقى قبولا من السادة النواب فالحكومة ستضطر إلى سحب مشروع القانون لحين التفكير في تدبير موارد مش هنقدر مش هنقدر 18 مليار مش هنقدر ندبر 13 مليار دي كانت صورة من الخلاف البين اللي كان بين الحكومة وبين المجلس النواب يعني كان واضح جدا إنه الوزير أمر مروان زي ما قال لنا إحنا مش هنقدر ندبر 18 مليار بعد كثير من النواب قال لك لا أنتو بتهددوا كده بتهددوا للبرلمان إذن كان فيه خلاف واضح وده الحقيقة جزء من هذا الخلاف اللي كان بين البرلمان وبين الحكومة الفكرة إنه فكرة التصويت وأغلبية دي فيها شوية يعني خلق